إذا ذهبت إلى الصلاة فهناك شروط الشرط الأول أن يدخل الوقت فلا يجوز أن نصلي العشاء الآن لأن وقتها لم يدخل الشرط الثاني أن تعلم أين القبلة حتى تتوجه إليها امتثالا لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام الشرط الثالث طهارة المكان الشرط الرابع طهارة البدن من النجس ومن الحدث فلابد إذن من الوضوء ومن الاغتسال الاغتسال يزيل الحدث الأكبر والوضوء يزيل الحدث الأصغر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر